من منا لا يحب أن يكون مطمئن على ابني وابنتي عند باب إلى المدرسة بطبيعة الحال يكون الأبا والأمهات في قلق على أبنائهم ويريد أن يعرفوا مكان تواجدهم بالضبط من حين إلى آخر وهنا يأتي دور الساعة الذكية لتتبع الأطفال إلا أن هذه الساعة لا تقدم لنا أي خدمات حتى نربطها مع التطبيق الخاص بها وهذا هو موضوع فيديو اليوم كيفية ربط الساعة الذكية بتطبيق ستراكت نروح إلى الهاتف ونتعلمه كيفية تنزيل التطبيق وكيفية ربط الساعة لكن بعد الفاصل السلام عليكم قبل من نروح إلى الهاتف حبيت أن نبأ إلى شيء أنه في الآن القناة تعناك كانت نين فيديوهات درنام على هذه الساعة فيديو الأول هذا واللي هو مواصفات الساعة والفيديو التاني واللي هو هذا واللي هو كيفية التعامل مع التطبيق اللي باش نعرفوه يعني باش قدمنا الخدمات للي كينا في التطبيق وإلا أن من من الأسئلة في التعليقات وفي حسابنا في الفيسبوك القيناة أنه هناك جزء يعني يخص من يعني من هذه الفيديوهات واللي هو كيفية يعني عمل حساب في التطبيق وكيفية ربط الساعة بالتطبيق يعني عملياً وحاجة أخرى حبيت ننبأ عليها أيضاً لازمون يقضروا الحراب بز dış حروق الثالثية الرThaf لازم نقدروا نربطوا هذه الساعة بالتطبيق الشرط الأول أن الشريحة انه هناك سابقةغ فى الساعة لازم تكون هانترنت يعني لازم تكون هانترنت وثانية نفس شيئًا فا نسقط بعمل التطبيق ما كيفية تراملة نذهب إلى أل realizabel المائ groupe وكيفية تسجيل في التطبيق وكيفية تربط الساعة في تطبيق معantly dis populated patent ل appropriately نبتحه التطبيق ندخلون الى التطبيقات التي سأتينا في الساعة وهو App Telecharging ندخلوا الى التطبيق السؤال التطبيق هو Telecharging والثاني للتطبيق سوف نستخدم الى التطبيق تفتحنا بول هنا بلها تفتحنا نروحوا الى قارئ الاكواد هذوك بولي ما يعرفش وشي هو قارئ الاكواد الكود ار هذك يروح الى يعني في القناة تعنا كين واحد الفيديو هاوليك راح تلقاه اذرك هذا الفيديو هيدا راح يعلمكم كيفاش يعني تليشارجي وهذا الابليكاسيون كيفاش تقرأوا بيها كلش حاجة بو نفتحوا واحد فيهم اي واحد فيهم بوكم نفتحوه يعني يبدأ يحوس يقررنا نروح نحطوا السيعة تعنا كم نحطوا السيعة تعنا كما راكم تشوفوا ديجا هاوليك دارنا لانا راح نديروا فتح في متصفح هاوليك الهنا ادانا الى التطبيقات اللي راح نسحقهم كيمة هذا سوء تراكت بوهم وكينزوز لهنا وكل واحد فيهم يعني كان الاندروير وكينة الايفون بوكم انا نستعملوا عدنا كما درق لاندروير راح نروح لاندروير اول او ثاني حاجة اني نخير هذا اه خيرت ان هذا التاني يعني هاوليك سوطراكت راكمة اثنين عجبني وانفضلوا على هذا الاخر يعني لكي نحب تشارجي الاخر اكي ما تحب بو نروحوا لهذا وندروا له فتح بولنا يدين الى اه اه اوتوماتيك الى جوجل بلاي بولنا في جوجل بلاي بونا في جوجل بلاي بونكو منا راني تشارجي هذا التطبيق انت راح تدله تنزيل يعني حتى توصل الى هذي النقطة هذي كي توصل لها راح تفتحوا اول مرة بوكي تفتحوا اول مرة اه تطبيق يعني ما تكونش انت مسجل دير تسجيل بوكي تدير انت تسجيل اه راح تحط لهنا اه رقم الايميل يلتعك لهنا وتروح تحط رقم رمز تحقيق هذا ليمدوهولك هذا يعني كما تفهموش اتعاود الفلاش هذا الاخدار يعني تعاودوا وتحطوا وهنا تحط كلمة المورور تاعك ويقول لك من الافضل انها تكون اه تمن حروف حتى السوطاشر الحرف وفيها يعني حروف كبيرة يعني الحرف اللي اول من الاحسن انك تدير كبير وبعد تتكهنا الى اه لقد قرقت ووافقت يعني الموافقة هذه ودير تأكيد التسجيل بوكي تدير تأكيد التسجيل بوكي تدير تأكيد التسجيل سوف تخرج لكم عن الخاناء هذه واللي هي يعني سيبون ركس الجلت بوكي كوم ركس الجلت انتا وبعد تفضل بعد تروح تحطي اليميل تلك هنا والرقم السري اللي درت انت رح تحط له هنا وتدير تسجيل تدير تسجيل يخرج لك هذه الخانة هذه بوهنا نحتاج الى الكودار التاني هذا اللي قلت لكم بعد نشوفه باش نربطوا بها الساعة بوهنا واش نديروا له هنا كين عدنا هذا الرقم هذا اللي نحن نقعه هذو كي ما ذكرنا كم تشوفو عندي في الساعتاي مثل هنكتبوه هنا لكم انا طويل وبدأنا نعزل اسم الكتابة تي اوهنا تحطي الى الكودار كما تفتحوه ها يخرج لكود اوهنا ونراه كما نفتحوها يخرج لنا قارق الكودار واحد خلاف نروح لالساعة تاني ونقرأه هذي كما نقرأها هاو الكتوف الرقم هذا اللي في الساعة رغم موجوده هنا الساعة تاني رائحة تاني رائحة تتابطة بالتطبيق ونكتب هنا إسم الجهاز العصر لكي يتكلم أنظر فيها مثلا هنا ستخير الأب أو الأم أو المدينة لإحدى لديها الإسرائي بهذاه وفي هذه الرقم الهاتف لا تنحب أتكلم لدينا دخل داخل هنا هناك شروق مكتوبة هنا وهذه الساعة تربطناها مع الهاتف هناك تطبيق جدا أريد أن نتعرف على موقع شروق في هذا التطبيق وهو جي بي اس كيف نعرف مكان تواجد طفل هناك مكان تواجد هذه هي الوحدة هناك موقع شروق كيف نعرفها سوف نتكاوعها سوف نتكاوعها لذلك سوف نتكاوعها سوف نقوم بإرسال الأمر نستنعها نقوم بإرسال الأخرى كما تأتي بإرسال الأمر ثم نقوم بإرسال الأمر وكيف نتوقع شروق هذا هو مكان تواجد طفل في الخريطة وكيف نتوقع هذا هو الصوس ندخل لها هناك عدد الصوس هناك عدد الصوس سوف نكتب ثلاث أرقام بتاع الهواتف لأنه لقدر الله الطفل إلى طريق ما أول كان يعني يمكن أن يصل بالضغط على هذه مطولا يعني ليس بزيب مطولا لخطر أن نطول بزيب يعني كانت ضغطها حتى يأتيك يعني اتصال إلى هذه الوحدة إلى التطبيق يعني كان حاجة طريقة هكذا هذه حاجة لنحتاجها يعني كثير من هذا ويبقى التطبيق فيه كثير من الخدمات اللي راح يقدمها راح ينتلقوها في الفيديو الثاني اللي فيه كيميزات التطبيق اللي درناه على الساعة هذه في قناة التعناء بعد ما تعلمنا كيفية تنزيل التطبيق وكيفية ربط الساعة بالتطبيق نكون وصلنا إلى نهاية الفيديو ما بقى لغنقلك عزيزي المشاهد لا تبخل على القناة بالاشتراك ولا تبخل على الفيديو بالإعجاب ولا تبخل على الأصدقاء بالمشاركة انتظرونا في الأسبوع القادم مع جهاز جديد ونوع حماية جديدة كان معكم موسى دحمري من قناة علي موسى تيكنو السلام عليكم